بسم الله الرحمن الرحيم أولا برحب بكم في فيديو جديد معلش الفيديو ده هيكون طويل شوية ولكن هام جدا الفيديو هيكون عن كيفية إنشاء امتحان إلكتروني وده سبق وشرحته قبل كده ولكن الفيديو بتاع النهاردة هيكون فيه مجموعة من الاعدادات الهامة جدا اللي هتسهل على أستاذ المادة التصحيح وكمان يقدر يعمل أكثر من نموذج في الامتحان الواحد وده بدوره هيقلل نسبة الغش وزي ما حضراتكم عارفين إن منع الغش بنسبة 100% ده حاجة مستحيلة وكمان الامتحانات اللي من النوع ده بتندرج تحت مسمى لذلك لازم يكون نسبة كبيرة من الأسئلة بتعتمد على التفكير والتحليل وليس الحفظة أو الاستذكار الحاجات الرئيسية اللي بتمنع الغش حدوث الغش هي أربع حاجات رئيسية مع وجود طبعا إعدادات فنية أثناء تصميم الامتحان وإحنا منصمم الامتحان فيها إعدادات مهمة كده هتقلل برضو عملية الغش ده أو بتتوه الطالب وكمان هنشوف طرق عرض النتائج للطلاب بصورة مبسطة تمهيدا لإصدار النتيجة من خلال الكنترول أولا دي اللي هي الطرق بتاعت منع الغش إن أنا بعمل أكثر من نموذج للامتحان يعني بعمل أكثر من نموذج لنفس الامتحان وببعث النماذج دي عن طريق إرسالها في البريد إلكتروني لكل طالب ياخد الامتحان بتاعه ويحله فهو بالتالي هو مش عارف مين من زميله انبعث له الامتحان بتاعه كمان بتقدر تعمل ترتيب عشوائي للاسئلة وإنت بتعمل إعداد في الإعدادات بتاعت الامتحان بتقدر تعمل ترتيب عشوائي وكمان منقدر نعمل ترتيب عشوائي للإجابات لهو مثلا اختيار من متعدد بدل ما الطالب يقول الإجابة الأولى الإجابة الثانية الإجابة الثالثة فده بيقلل نسبة الغش كمان ان انا بقدر أحدد نمازج أسئلة للطلاب من نفس الامتحان وده هنشوفه مع بعض ازاي من نفزه واحدة واحدة والطريقة دي هي اللي احنا هنستخدمها في عمل أكثر من نموذج في نفس الامتحان الواحد من الحاجات المهمة جدا طبعا ان انا اعمل الاعداد للنمازج بتاعت الامتحان على ملف ورد عشان اساهل عملية الانشاء لما اعمل انشاء الامتحان لازم يكون مجهز الامتحان بتاعي بكل اعدادات وبكل حاجة خطوة بخطوة بحيط ان هو بيقلل عليها وبيوفر عليها الوقت لما اجي اعمل انشاء على جوجل فورم بعمله بالشكل اللي قدامنا ده بكتب كل البيانات كده ويدناه مثلا ثلاث نمازج نموذج الاول والنموذج الثاني والنموذج الثالث على حسب الاسئلة اللي حضرتك عايز تعملها في الامتحان بتاعك نيجي بعد كده نشوف ازاي بفتح الجوجل فورم النموذج بفتحه اما من خلال زي ما اخدنا قبل كده ان انا بضغط على نيو او جديد وهنا مور المزيد وبفتح هنا جوجل فورم اللي هي نمازج بتاعت جوجل وتبدأ تستخدمه عادي او انك مثلا تكون عايز تعمل الامتحان بتاعك لفصل دراسي معين ودي مثلا الكلاسس اللي موجود عندك انا بحب اشتغل به باللغة العربية فبالتالي الامتحان هيبقى الكلام مش هيبقى مقلوب الكلام هيبقى معدول معايا زي ما انا محتاجه زي ما حضرتك تحب تشتغل باللغة العربية او باللغة الانجليزية لو انا حبيت مثلا ان انا عندي عندي مادة الوراسة مثلا متقسمة الى اربع فصول كل فصل في عدد من الطلاب وحبيت ان انا امتحن الطلبة دولي النهاردة بعدد من النماذج معين بحيث ان هو يكون سهل علي في التصحيح وان انا اتابع معاهم الامتحان مش ازاي خلال الفترة الزمنية اللي انا محددها مع الامتحان فانا افتح هنا اضغط كليك شمال على الكلاس في اظهر عندي هنا عشان افتح بقى البلانك كويز بتاعي بافتح حاجة اسمها الواجب الدراسي فبلاقي هنا الصفحة بتاعتي في حاجة اسمها create او انشاء بدوس عليها كليك شمال ولاقي حاجة اسمها مهمة للاختبار مهمة للاختبار هنا تفدأ تفتح لي الصفحة اللي قدامك دي الصفحة دي بيبقى فيها اول حاجة العنوان العنوان بتاع الامتحان بتاعي كمان انا في هنا مجموعة من ال integration انا ممكن اختار اكتر من مجموعة في نفس الوقت بعتلهم الى الموعد المطلوب للتسليم الموعد المطلوب للتسليم ده أنا بالنسبة لي ما بيعتبرش لي أهمية لأن ده عبارة عن بـ Notification بس Notification إزاي إن أنا بقول للطالب إن النهاردة يوم 22 الامتحان بتاعك يوم 21 هينتهي الساعة 11 59 دقيقة صباحا يعني 12 الضهر فبالتالي هيظهر عنده الامتحان أو المهمة بتاعت الإختبار هتنتهي النهاردة الساعة 12 ظهر uh فبالتالي أنا مسلا هنزله الامتحان قبلها بساعة لو الامتحان بتاعي مسلا مدته ساعة بضربت زمن في اتنين يعني مسلا لأ analogy ان س أن أ rad Mash to love وما به بحدد له ساعة للامتحان باجي هنا في العنوان بتاعي بروح على الورد اللي انا كاتب فيه كل الحاجات اللي انا عايز اشتغل بيها مصممها الاول باخد العنوان بتاع الاسم بتاع الامتحان كنترول سي بروح على الامتحان نفسه العنوان وبعمل هنا العنوان بتاع المادة بتاعتي كمان تقدر تعمل حاجة اسمها التعليمات دي ممكن تغطيها للطالب بحيس ان هو الطالب يبدأ يقرأ التعليمات دي وينفذ الحاجات اللي حضرتك محتاجها منه انك تقول له مثلا ان الاجابة مرة واحدة على الاختبار ولا يسمح بالدخول مرة اخرى تعليمات منك تقول له مثلا ان يكون بجانبك بطاقة الرقم القومي او وكرنيه الكلية انا ممكن حضرتك في الامتحان جوه تطلب منه الرقم القومي او هنقول لك ليه منطلب ممكن الرقم القومي لو انت عملت الامتحان زي ما قلت لك كده وكرنيه الكلية بحيس ان هو يكتب الرقم الجلوس بتاعه مظبوط من غير اي اخطاء فممكن تحطي بقى مجموعة من التعليمات التعليمات دي من خلالها تمنع مسلا الطالب ان هو يعمل سكرينشوت للصفحات بتاعت الامتحان او انه ينزلها على مواقع التواصل الاجتماعي او اي حاجة من الحاجات دي كلها لازم تبقى منبه على الطالب بالموضوع ده كمان حتة الموعد بتاع التسليم ده فيه برنامج او فيه تطبيق جوه انا باستخدمه وهنوركه ازاي مننزله وكمان ازاي منشتغل عليه علشان ابدأ ان انا حدد مدة زمنية معينة للامتحان ويقفل عليه الكويز نفسه الامتحان فلما يفتح الصفحة هنا هتلاقي فيه هنا بلانك كويز انا دلوقتي ممكن امسح البلانك كويز دي واكون مصمم الامتحان بتاعي على جوجل درايف هنا وبعد كده بعمله اضافة عن طريق ان انا بضيف اد هنا وادخل على درايف درايف الخاص بيه وبروح اعمله ابلوت تحميل لي اي فايل انا محتاج ان انا اضيفه يعني مثلا اجي على الملفات بتاعتي ممكن اجي هنا على الملفات اكون محدد مثلا تمرين للوراثة ويفتح لي مثلا التمرين ده وابدأ ان انا اعمله اضافة هنا فدي اظهر عندي التمرين ايه مادة القصص الوراثة كان كذا فانا طبعا عشان بعمل بصمي امتحان جديد فباعمل على باجي على علامة اللي هي او انشاء وبابدأ ان انا اضيف حاجة اسمها الفورمز او النمازج اللي انا عاوزها عشان ابدأ اصمم امتحان جديد باضغط على نموذج هنا بتبدأ على شمال بتبدأ تفتح لي في اه نيو ويندو جديدة بالشكل ده فاول حاجة اتعرف عليها هو الشكل بتاع الصفحة الرئيسية اه بتاعة الجوجل فورم نفسه الصفحة دي اه نشوف كده مع بعض في حاجة اسمها الاسئلة وفيه الردود وكمان في مجموعة حاجات هنا حاجة اسمها الاضافات دي عبارة عن البرامج اللي انا باستخدمها اللي بتساعدني في الاعدادات اللي انا باستخدمها في جوجل فورم في حاجة اسمها هنا تخصيص المظهر لو انا عايز اغير شكل الفورم دي اغير اللون مثلا اللي هو موجود اه هنا كمان تقدر تحط صورة معينة خاصة بالمادة او دباجة للمادة يعني ممكن اعمل تحميل ابلود لي صورة مثلا بتخاصة بيه المادة او خاصة بيه القرية او خاصة بيه الجامعة زي ما تحب انا عملت هنا جيت على اعملت اضافة بعمل اضافة لصورة من هنا انا اكون مصممها مثلا انت بتصممها بكل سهولة على الورد بعد كده ممكن تعمل لها تقطعها كده وتطلع الصورة بتاعتك وتضغط في الاخر على دن او تم فتظهر الصورة عندك بالشكل اللي قدامك ده ممكن تكون مثلا كاتب الوقت اسم المادة اي حاجة انت محتاجها هنا وتبدأ تقطع الصورة وتستخدمها عادي على الورد فتبقى دباجة اكي انها ورقة امتحان فنيجي مثلا على كلمة نموذج بلا عنوان هنا ان انا حط اسم المادة عندي او اسم الامتحان ان انا مصر اكون عامل امتحان دوري عامل اي امتحان نهائي زي ما حب كده عامل امتحان نهاية الفاصل دراسي مادة قصص وراسة واجه هنا مسلا واكتب الاختبار واحد اعملت اختبار واحد ليه مسلا بحيث ان كل طالب ان ان الطالبة بتمتحن انت بتمتحانهم اول مرة بعد كده على حسب كرارات وزارة التعليم العالي وعلى حسب كرارات الجامعة ان الطالب اللي مش هيعدل الامتحان الاول ليه فرصة تانية ان هو يمتحن كمان امتحان بعد كده لو مقدرش ان هو يعدي الامتحان التاني او ما يقدرش يجيب درجة النجاح بتاعت الامتحان التاني فكده يعتبر راسب في المادة فان دلوقتي غيرت شكل الاسم بتاع العنوان اجي مسلا عايز اغير الاسم من هنا تحدده وتعمل كوبي فيتغير هنا وكمان الجهاز عندي بيعمل حفز على طول اوتوماتيك من غير انا ما تدخل في عملية الحفز هنا في حاجة اسمها معاينة او بريفيو ان انا بشوف الشكل بعد ما خلصت تصميم الامتحان بشوف شكل الامتحان بتاعي كان شكل عامل ازاي والطالب هيشوفه بشكل عامل ازاي باجي هنا على الستينج الاعدادات بافتح الستينج بلاقي سري تابس تلات نوافذ موجودين هنا عام ويعرض تقديمي والاختبارات اول حاجة قلنا عليها ان انا بعمل جمع العناوين البريد الالكتروني اللي موجودة كمان بقيد الطالب بتسجيل مرة واحدة يبانا هنا دي بتمنع عملية الغش ان الطالب يحاول ان هو يسجل تاني او كمان يسجل بي ايميل مختلف عن الاميل اللي هو كان عطولي قبل كده في تسجيل البيانات فانا بعرفه من هنا لان انا جمحت قبل كده العناوين بتاعة البريد الالكتروني كمان في عام يقدر هنا بيقولك يمكن للمجيبين تنفيذ التعديل بعد الارسال لا طبعا ما تعلمش عليها وكمان ما يشوفش رسوم البيانية اللي هي موجودة للملخصات في الاخر بعد ما يخلص الامتحان بتقفل دول تيجي بعد كده على تاب رقم اتنين في هنا عندي ازهار شريط تقدم ان الطالب يشوف فضله قد ايه من الامتحان لو انا بعمل نموذج واحد ممكن تضغط على دي لان الطالب يعرف هو فضله قد ايه لكن بدان ما ما تضغطش على دي بحيس ان هو ايه الطالب مي بيبقى عنده شريط التقدم بيبقى كبير لكن هو مسلا بيمتحن جزء صغير من النموذج ده من الامتحان كامل كمان بعمل ترتيب عشوائل الاسئلة يبقى دي اول حاجة قلنا عليها ان انا بمنع الغش ازاي ان انا بلغبط الاسئلة بخلي الاسئلة ملغبطة كمان بتيجي هنا على رسالة التأكيد رسالة دي اللي بتظهر للطالب بعد ما بيخلص الامتحان ولازم الرسالة دي يشوفها الطالب علشان يتأكد ان الامتحان بتاعه وصل لأستاذ المادة فان الرسالة دي ممكن تقول لك ايه تم ارسال تم الارسال بالتوفيق مسلا دي الرسالة بتظهر اول ما يخلص الامتحان ويدوس على صدمة او ارسال بتبدأ الرسالة دي تظهر له موجودة اجي اخذ اخر حاجة بقى ان انا بعمل الاختبار ده بجعله اختبار كمان بشوف الاصدار بتاع الدرجة الدرجات اللي انت هتحطها بعد كده امتى هتظهر بعد الارسال بعد الطالب ما يعمل ارسال الدرجة بتاعته هتظهر له ولا هتستنى لما تعمل انت تراجع البيانات وتراجع الاسئلة اليدوية لو انت مثلا حاطت اسئلة زي اسئلة من انواع البراجراف ان هي الكتابة او تعريفات او كده فطبعا لازم انك تسيب الدرجة دي لغاية ما توديها الكنترول بعد كده الكنترول هو اللي يبدأ يصدر النتيجة بمعرفته المجيب بقى يقدر يشوف الاسئلة الغير صائبة والاجابات الصحيحة وقيم النقاط عايز تسيب قيم النقاط ان كل سؤال عليه كم درجة مفيش مشكلة ولكن الاجابات الصحيحة دي لازم تشيلها تأكد انك شلت العلامة دي عشان الطالب ما يقدرش يشوف الاجابة الصحيحة وهو بيحل وقيم النقاط عادي عايز تشيلها ماشي مش عايز زي ما حضرتك تحب بعد ما خلص الاعدادات دي اضغط على حفظ وكون كده انا خلصت الاعدادات بتاعة الشكل بتاع الاعدادات بتاعة الفورم بتاعتي هاجي بعد كده اتعرف على مجموعة من الادوات اللي انت بتستخدمها في تصميم الامتحان فيه عندك حاجة اسمها هنا اضافة سؤال ان انا ببدأ ان انا اعمل اضافة لسؤال معين في ده وفيه هنا كمان استراض الاسئلة لو انا حبيت ان انا اجيب سؤال كنت عامله قبل كده في فورم مختلفة في فورم تانية فانت تقدر تجيب السؤال ده في هنا اضافة صورة واضافة فيديو اخر حاجة هنا مهمة جدا ان انا بعمل ان انا بعمل اضافة لقسم تاني جديد وهنشوف دلوقتي كل الكلام ده فانا كتبت العنوان بتاع المادة بتاعتي اللي انا اعمل لها الامتحان باجي اول حاجة بلاقيها ان هو قال لي جمع العناوين البريد الالكتروني اجي في السؤال الاول بقى هنا بروح على التصميم اللي انا عامله باخد اول سؤال هو طبعا اسم الطالب الرباعي باللغة العربية باخده باخده كنترول سي كنترول في هنا حطي لي الاجابة بتاعتي على طول شورت انسر اوتوماتيك انا بسأل للطالب هنا بيكتب عشان الطالبة ساعات بتكسل وتكتب اسم قليل وكمان بتساعات بتكتبه بالانجلش فعشان يبقى الموضوع واضح اسم الطالب بالرباعي باللغة العربية باجي هنا على في عشان انا عملت اختبار بيقول لي هنا الانسر كي مفتاح الاجابة مفتاح الاجابة هنا لو انا اضغط عليه ان انا بحط قيمة للسؤال ده وبحط له اجابة معينة فطبعا ده ما ينفعش ان انا اعمل ان انا احدد له مفتاح اجابة علشان ده اصلا مش سؤال ده اه بيانات فالصفحة الاولانية كلها هتبقى بيانات لكن اخد بالي من حاجة دي مهمة جدا ان انا اخلي العلامة دي اه مفعلة لان دي كلمة مطلوب ان الطالب بيحط بيحط على اسم الطالب هنا علامة حمراء زي دي ان الطالب ما يقدرش يعرض السؤال ده غير لما يحله باجي بعد كده على الثلاث نقط اللي موجودين هدول وبشوف حاجة اسمها التحقق من صحة الرد يعني انا بقول الاجابة بتاعت اللي انا محتاجها عايزة تكون نص مش رقم ولا اي حاجة كمان بدلا ما اروح بقى بعمل اضافة السؤال وابدأ ان انا اعمل الاعدادات دي تاني فبروح بدلا كده بدوس على حاجة اسمها تكرار ان انا بضيف سؤال جديد عن طريق ان انا بكرر نفس الاعدادات اللي كانت موجودة قبل ده فالسؤال التاني هيكون رقم الجلوس كاملا وبرضو شورت انسر لكن هنا هغير الاعدادات دي وخليها عبارة عن رقم مش نص وانت تقدر ممكن تحدد الارقام بقى تكون اكبر من او اكبر من او يساوي او اصغر من زي ما انت عايز فممكن تسيبها مفتوحة كمان ان هي تكون رقما او تكون عدد صحيح مش هتفرق انت عملتها الاعدادات كده فاي حاجة مثلا لو واحد كتب اسمه كتب اي حاجة هنا مش هتقبل غير ان هي تكون رقم وبعد كده بروح على الاعدادات واضغط تكرار مع تكرار السؤال اللي بعده هيكون مثلا الفرقة في طلبة من فرقة مختلفة لنفس المادة لو مادة عامة مثلا فبالتالي انا بغير هنا صيغة الاجابة اللي انا محتاجها وخليها مالتي تشويز اللي هو خيارات متعددة خيارات متعددة هنا لو بصين انا اعملها في التنسيق اولى وتانية وتالتة كاتبهم تحت بعضهم فانا كل اللي انا هعمله هاخدها كوبي بعد كده هروح على اول اختيار وهضغط بست فهي بالتالي بتعدل نفسها وبتزبط نفسها في الخيارات من غير اي صعوبة بدل معه ده انا اضيف خيار واكتب كل ده فانا بعمل ايه بعمل اضافة على طول للسؤال على طول مباشر وبرضه هو يكون مطلوب ده حاجة مهمة بكرر نفس السؤال بعد كده واخد حاجة الحاجة اللي بعدها الحالة ممكن فيه طلب مستجد طالب باقي طالب من الخارج على حسب حالة كل طالب وتمسح الخيارات دي بتاعت السؤال اللي قابله وتبدأ تضيف الاجابات او الاختيارات بتاعت السؤال بتاع الحالة كنترول باجي عليها بحدتها واضغط عليها كنترول في فتبدأ ان هي تحددلي تبدأ تنسق نفسها بالشكل اللي قدامك ده باجي بعد كده على تكرار برضه السؤال اللي بعده كل الاسئلة دي بالبيانات بتريحك بعد كده لما تيجي تعمل تدور على اي طالب فيه حاجة اسمها الشعبة في حالة الفرقة التالتة والربعة لو مثلا فيه طالب من سنة تالتة شاي المادة من سنة تانية شاي المادة الوراسة مثلا من سنة تانية فانا هاعرفوا منين هاعد ادور على كل طالب فانا بالتالي بروح اعمل ايه بكتب هنا الشعبة في حالة او مش عارف هو في الشعبة اللي كانت فانا عندي سنة شعب هنا بروح كنترول في تبدأ تيه طالب الشكل ده ولكن هنا بقى هغير مش هخليها مطلوب لان ده بتحسنة تانية اا ماينفعش يجاوبوا عليه لانه هو اصلا مش في شعبة لكن هسيبها فضي هنا فهو بس اللي في الفرقة التالتة او الرابعة هو اللي هيجاوب على السؤال اللي في الفرقة التانية مش هيجاوب عليها ابدأ بعد كده اضيف كمان سؤال السؤال اللي بعده بقى ممكن نطلبه اللي هو الرقم القومي لو انا حبيت ان انا اطلب من الطالب رقم القومي او الرقم البطاقة هنا بقى هخليها اجابة كصيرة لكن هخليها طبعا مطلوب لازم تكون مطلوب عشان ما عدهاش التحقق من صحة الرد هنا هنغيرها نخليه رقم اكبر من او يساوي ممكن اخليه عدد صحيح زي ما هو ولكن انا محتاج السؤال ده في ايه انا محتاجه عشان السؤال اللي بعده اللي هو بحدد على اساسه النموذج اللي هو هيحله فنيجي بعد كده اعمل اضافة للسؤال هنا السؤال بتاعي هيبقى شهر ميلادك شهر ميلادك طب انت هتعمل شهر بالميلاد ليه علشان ابدأ ان انا احدد النماذج في نفس الامتحان ما عودش بقى اعمل اكتر من اكتر من امتحان بخلي الخيارات بتاعتي هنا بخلي الاجابة بتاعتي تكون في عندي هنا 12 شهر في السنة فبروح اخد الشور بتاعت اللي انا عملتها دي بخطها كوب كنترول سي بروح على اول خيار واعمل كنترول في فبحدد لي هنا ال 12 شهر طب انا محتاج ايه ليه بقى لان انا احدد احدد نموذج معين لطلاب لموليد شهر واحد هم اللي يجاوبوا عليه انت ممكن تغيره مسلا تخليها تقسمهم ارقام او تبعت للطالب رقم سري عن طريق الايميل بس لو كانت الدفعة كبيرة هتبقى مشكلة كبيرة انك تبعت لكل طالب قبل الامتحان بفترة صغيرة ان هو الرقم السري بتاعه كمان مش هتقدر تتأكد ان الطالب ده وصل له الرقم السري ولا لأ فبتريح دماغك انك تسأل سؤال مسلا الطالب ما يكونش عارف انك متوقع انك تعمل السؤال ده ان هو مسلا شهر الميلاد بتاعك ايه هو يبدأ ايه يبدأ يجاوب من خلال الاجابة يبدأ يطلع اه النموذج اللي انت محتاجه كمان ممكن تسأله مسلا ايه هو اول حرف من اسمك او تسأله يوم ميلادك او تسأله اي اسئلة بحيث انك تتأكد ان هو جاوب فعلا على النموذج اللي هو مفتوح لي او متاح لي جيت هنا على كلمة مطلوب لازم طبعا الطالب يجاوب على السؤال ده لو ما وجاوبش على السؤال ده فبالتالي هيبدأ يفتح له النماذج كلها فلازم ان هو يجاوب عليه اخليه مطلوب كمان اه نيجي هنا مسلا على اه حاجة اسمها اه ترتيب الخيارات عشوائيا طبعا عايز تعملها ماشي مش عايز تعملها ماشي لكن الانتقال هنا الى قسم استنادا للاجابة حسب الاجابة بتاعت كل طالب هيفتح لك جزء ده ده الجزء ده مسلا بيقول لي المتابعة الى القسم التالي فبالتالي انا مسلا عايز الطالب اه اللي هو موليد شهر واحد يجاوب لأسئلة اللي موجودة في القسم اللي هو ده وده الوقت هنشوف هنعمل الموضوع ده ازاي كده نخلص الصفحة الاولى الصفحة اللي هي عبارة عن صفحة البيانات بعد كده هبدأ ان انا اضيف بقى سيكشن جديد او احدد النمازج بتاعت اللي انا عملتها على ورد فبروح على كلمة اد سيكشن او اضافة قسم فروح اكتب مثلا على نموذج اكتب هنا نموذج واحد ممكن تعمل كده ممكن تعمل اضافة اجب على الاسئلة الاتية وتحط الاسئلة كلها على بعضها يعني تحط مثلا تعمل هنا اضافة سؤال فالسؤال الاول ممكن تغير بقى تخلي الاجابة بتاعته عبارة عن عبارة عن عبارة عن عبارة عن عبارة عن مربعات اختيار كل الكلام ده زي ما انت عايز تغير الاجابة او مسلا تكون عايز تحط تعريف تحط صح وغلط تحط مثلا اختيارات زي ما تحب وتكل الاسئلة كلها على بعضها عدد الاسئلة اللي انت محتاجه زي ما انت عايز في نموذج رقم واحد او انك تحب مثلا تخلي كل جزئية من الاسئلة لوحدها يعني ان انا مثلا خليت الاسئلة ده عن اختر صح او خطأ فتيجي على النموذج رقم واحد اللي موجود هنا عندي اختر اجابة صح او خطأ وتاخد السؤال الاول تعمل اضافة وتعمل هنا زي ما هو مالتي تشويز تيجي هنا في الاختيارات بقى تكتب يام صح هو بالتالي هيعملك اكتراح هنا لخطأ للاجابة التانية هتضغط عليها هيعملك الاكتراح بتاعك اجابة صحة او خطأ نيجي بقى في الاعدادات اللي موجودة هنا عندي في حاجة اسمها اا الترتيب الخيارات عشوائيا ان انا برتب الاجابات بتاعتي عشوائي يعني انا ممكن تبقى خطأ فوق وصح هي اللي تحت زي ما انا عايز عشان لو او الطالب مثلا احب يقول لي زميله الاجابة الاولى صح الاجابة الثانية غلط الكلام ده فانا دلوقتي رتبت الاسئلة بتاعتي كلها عشوائي ورتبت الاجابات بتاعتي كمان عشوائي يبقى دي الحاجتين المهمين لازم اخد بالي منهم وانا باعمل اعداد للمتحان اجا حاجة اسمها الانصر key او مفتاح الاجابة لو انا عايز ابدأ ان انا حل الاجابة بتاعتي اوديها درجة معينة يعني مثلا عايز السؤال دي عليه درجة وكمان ابدأ ان انا اجاوب على السؤال اللي هو الصح فبالتالي هيبقى تصحيح عبارة عن تصحيح الكتروني انا مش محتاج ان انا تدخل غير في الاسئلة اللي هي محتاجة كتابة او اي حاجة من الحاجات دي طبعا هنا مش هضغط عليها مطلوب مش هضغط عليها مطلوب ليه لان ممكن الطالب ما يكونش عارفها فيبدأ يعديها مفيش اي مشكلة في الكلام ده دلوقتي هبدأ ان انا اضيف كمان سؤال بعمل تكرار بدل ما اروح اعمل اعدادات وباخد السؤال التاني بتاع الاجابة كنترول سي وبنفس الطريقة كنترول في بضغط على بتاع ده كنترول في السؤال زي ما هو صح وخطأ زي ما هو برضو ومعمول فيه لكن الانصر كي ممكن تغيره لان ممكن ما تكونش هي الاجابة دي اللي مظبوطة ممكن تكون دي فبالتالي لازم بعد ما بخلص الامتحان خالص لازم ابص على كل الامتحان واشوف ان انا عامل كل درجات للاجابات كلها وكون عامل الاسكور نفسه بتاع كل سؤال عشان ما بيحصلش لغبطة في الاجمال بتاع مين الاجمال بتاع الدرجات في النهاية خلص انا مثلا هنفترض ان انا خلصت كده الاسئلة بتاعت الصح والخطأ وعايز اضيف نوع جديد من الاسئلة فبتضيف على اضافة سؤال اضافة قسم وتكتب هنا مثلا اختر من متعدد لو انت عايز تعمل اختيارات من متعدد هنا بقى تبدأ تعمل اضافة سؤال السؤال الاول لو جينا مثلا على اختر من متعدد نيجي مثلا على السؤال ده اخدو كوبي كنترول سي بروح على هنا واضغط كنترول في هنا متحددة خيارات متعددة نيجي بس على الاجابات بتاعت السؤال الاجابات بتاعت السؤال دي واروح على الخيار الاول بعد ما اتحدد بالشكل ده اما تضغط كليك يمين بست هنا تبدأ تضيف كل الاجابات بتاعتك او انك تعمل كنترول في نبدأ هنا بقى نضغط على الثلاث نقطة اللي جنب المطلوب هنا هلاقي حاجة اسمها الترتيب الخيارات عشوائيا هيبدأ يلغبط الاجابات دي كمان هغير طبعا الانصر كي بتاعي الانصر كي ان مثلا السؤال ده عليه نقطة واحدة وان الاجابة هي الصح هي دي وادغط في الاخر done او تم يبقى انا عرفت ان السؤال هنا عليه نقطة واحدة وحددت الاجابة بتاعت هنا فبدل ما اروح اضيف سؤال جديد بعمل تكرار فكرر لي السؤال بنفس الاعدادات هاجي على السؤال ده ممكن ااخد سؤال بطريقة تانية ان انا اضيف صورة مثلا والطالب يجاوب عليها فاجي هنا اضيف رأس السؤال فاجي هنا هلاقي العلامة بتاعت الفوتو دي ممكن لو دست عليها تفتح معاك التحميل لو حبيت انك تمنزل صورة مثلا موجودة على الجهاز الكمبيوتر عندك تقدر تنزل الصورة اللي انت عاوزها دي انا مصمم فيه صورة مشصممة الصورة دي مصممها في جدول بعد كده بقطحها وبستخدمها في السؤال خلاص انا ضيفت الصورة تقدر بقى تتحكم في الصورة شكل الصورة حجمها زي ما انت عايز هنا محاذة للوسط عشان تبقى واضح اوضح لكن هغير واشيل كل الاختيارات بتاعت السؤال اللي قابله ده لو بصيت على السؤال ده ممكن تلاقي عليه اكتر من سؤال وفيه اكتر من اجابة بس هو فما ينفعش ان انا اضيف كل سؤال لوحده ليه علشان لأسئلة بتطلق بط فلازم يكونوا هما كلهم داخل السؤال الواحد فانا بروح اخد اول سؤال عندي وبروح على النوع الاجابة هنا بس احدتها حاجة اسمها شبكة متعددة الاختيارات فهتفتح لي حاجة اسمها صفوف واعمدة هاجه على الصف الاول واضيف السؤال الاول بعد كده اخد السؤال التاني اعمله كنترول سي واروح على الصف التاني وباضيف السؤال التاني وباروح على السؤال التالت كده وباضيف السؤال التالت بالشكل ده بعد كده طبعا السؤال بيبقى اقصر من كده استخدامه بعد كده بروح على الاختيارات بتاعة كل سؤال اخدتها كلها كده كنترول سي بعد كده باضيفة فين في الاعمدة بحدد كده في العمود بعد كده باضغط عليها فتبدأ تزل على طول بالشكل اللي قدامنا ده وهنا بقى تبدأ تظهر حاجة تانية لازم اخد بالي منها في النوع ده من الاسئلة ان انا روح على حاجة اسمها التقيد لما اضغط على ثلاث نوع دول في حاجة اسمها التقييد برد واحد لكل عمود ان كل عمود من ده كل سؤال من ده مينفعش ارد غير اجابة واحدة بس لان ممكن لو انت ما تغطش على العلامة دي العلامة دي ما كانتش موجودة فبالتالي تقدر تجاوب اكتر من اجابة في نفس الوقت نيجي بعد كده كمان لترتيب الصفوف عشوائيا ان هو هيلغبط الاسئلة دي كمان عشوائيا وهيلغبط الاعمدة عشوائي لو جيت شفت السؤال هشوفه بالشكل ايه لو ده غط على مفتاح الاجابة هيظهر لك السؤال بالشكل ده ان هو هيظهر لك الاعمدة كده والصفوف كده وتقدر عليه هو طبعا كل واحد عليه نقطة لكن ممكن حدد انا الاجابات اللي هو الانصر كي بتاعي على حسب السؤال اللي هو محتاج ايه بضغط هنا على عشان اتم العملية دي كده مثلا اخلصت النموذج الاول هاجي بعد كده عايز اعمل كمان نموذج خلصت النموذج الاول وخلصت كل الاعدادات بتاعته لبدا النموذج الاول خلص خلاص باجي على اخر السؤال انا عملته هنا وبعد كده بدوس على اضافة قسم هنا بقى نكتب نموذج اتنين وبرده اختر صح او خطأ زي ما حضرتك تحب بقى على حسب ولازم طبعا النماذج كلها تبقى بمستوى واحد بعد ما اضفت النموذج اتنين هنا اضيف اضغط على اضافة سؤال السؤال هنا بقى بعد نموذج اتنين نشوف كده مع بعض السؤال الاول اخد السؤال بتاعي هضيف الاجابة الاولى صح هتبدأ هي تحطي الاقتراح خطأ وكون عامل هنا الترتيب الخيارات عشوائيا يلغبط الاسئلة كمان ان هو اعمل مفتاح للاجابة ان انا حدد عليها نقطة وان اقول مثلا صح وفي الاخر اضغط done او تم اكرر نفس السؤال تاني لو انا كنت عايز مثلا اعمل سؤال جديد طب انا دلوقتي فتحت سؤال وعايز ارجح تاني بضغط ctrl z ان انا بعمل back برجح تاني من غير ما يحفظ ايه الكلام اللي انا عملت له دلوقتي مثلا هافترض ان انا خلصت برضو اختر صح وخطأ هبدأ اعمل اضافة قسم جديد للاختيارات فنقول هنا مثلا اختر من متعدد للاجابات بعمل هنا اضافة سؤال وباجي على مثلا السؤال بتاع اختر من المتعدد ااخد سؤال منه بس نجرب نشوف او الموضوع ببقى اوضح شوي وبعد كده باخد الاجابات بتاعتي كنترول v زي ما عملنا قبل كده اجي بعد كده برضو اعمل اعدادات بتاعتي هنا تلات نقط اردت بالخيارات عشوائيا وبغير الانصر كي هنا بخلي السؤال ده عليه درجة وبخلي مثلا الاجابة بتاعتي الانصر اهي بتاعتي وفي الاخر بدغط على تم الموضوع كده بكرره كتير بحيش ان ايه يثبت فهنا ببص على شوف ان الدرجة هنا نقطة وكمان محدد الاجابة علشان بس تتأكد انك عملت كل الاسئلة كلها ممكن تكرر السؤال تاني مفيش مشكلة لكن هنا ممكن احنا نعمل نموذج رقم تلاتة نموذج تلاتة وبرضو اختر صح او خطأ وبعمل اضافة للسؤال بنفس الطريقة اشوف نموذج رقم تلاتة اه اخد مثلا السؤال ده في نموذج تلاتة بعمل كنترول في بعد كده بيكون برضو صحة وخطأ بروح برضو بعمل تغيير ترتيب خيارات عشوائيا زي ما عملنا قبل كده ومفتاح الاجابة بخلي السؤال عليه درجة وبخليه مثلا صح او خطأ خطأ هنا بضغط على دن او تم عايز تكرر السؤال ماشي ممكن نضيف الاختيارات بتاعة النموذج ده اختر من متعدد بروح على السؤال بعمل اضافة للسؤال من البلاس تظهر عندي السؤال بتاعي ناخد مثلا اولياكن ده بعمل كنترول في واضافة الخيارات بقى اللي موجودة قدامنا بالشكل ده كوبي بروح على الخيارات اخد اول خيار هو بتحدد هنا بضغط عليه كليك يمين واضغط بست يبقى انا كده اضفت مثلا انا عملت ثلاث نمازج من الامتحان برتب عشوائي للاجابة بغير مفتاح الاجابة بتاع الانسر كي واحد وبخليه مثلا ده واضغط على تم وانا افترض مثلا ان انا خلصت كده كل النمازج بتاعتي بعد ما خلصت النمازج كلها هروح اعمل ايه بقى هروح اراجح كل الاسئلة اللي انا عملتها ان انا اتأكد ان انا عملت كل النمازج بتاعتي بالشكل المزبوط وان انا اكون ضغط لكل واحدة درجة او ضفت لها درجتين زي ما تحب لو نبص بقى مع بعض كده عشان احدد بقى بتوع موليد شهر واحد هيحله نموذج ان هو بتوع موليد شهر اثنين هيحله نموذج تلاتة ولا واحد ولا اثنين دي مهمة جدا ان اخد بالنا منها بقى ان انا بقى وانا بحل بروح بقى بعمل اعدادات بعد ما خلصت الامتحان ورجحته تمام ويتأكدت ان انا عمل الامتحان بتاعي بشكل كويس وضفت الاسئلة وضفت الانسر كي وضفت الدرجات وعملت كل حاجة اخد بالي اروح بقى اعمل النمازج بعمل النمازج ازاي بروح على بتاعة شهر الميلاد اللي انا طلبت من الطالب ان هو يعمل لي شهر ميلاده فبروح على التلات نقط اللي موجودين جنب المطلوب واضغط على الانتقال الى قسم استنادا الى الاجابة زي ما قلنا فتبدأ تفتح لي الشكل اللي قدامنا ده فانا مثلا عايز موليد شهر واحد يجاوب انه سؤال يجاوب انه قسم لو بصيت هنا على قسم واحد دي البيانات بتاعت البيانات القسم الاول سيكشن رقم واحد لكن لو بصيت على قسم اتنين ده نموذج واحد ودي الاختيارات بتاعته ودي الاختيارات بتاعته ودي الاختيارات بتاعته ده نموذج ثلاثة ودي الاختيارات بتاعته برضه فأنا دلوقتي ممكن تقدر تخلي بتوع موليد واحد يجابه نموذج واحد واثنين لو عايز تعملهم بالترتيب ماشي ولو عايز تعملهم من غير ترتيب ماشي لان انت كده كده اصلا هو بلغبط الاسئلة كمان في حاجة مهمة انا بعد ما اعمل الموضوع ده هشيل كلمة نموذج واحد او نموذج اثنين او نموذج ثلاثة او حتى نموذج اتناشر من كل الاقسام عشان الطالب ما يعرفش هو حل لانه نموذج وما يقدرش ان هو يحدد او يقول للطالب او زميله انا حلت نموذج واحد ولا حلت نموذج اثنين ولا حلت نموذج ثلاثة فالموضوع يبقى ايه مخفي ودي من حالات الفنية من حاجات الفنية المهمة جدا في لنا افترض مثلا ان بتوع شهر واحد غيحله نموذج اثنين خلاص وبتوع شهر اثنين هيحله نموذج ثلاثة مثلا اهو حديدت له نموذج ثلاثة اللي انا كتبته وبتوع نموذج ده غيحله نموذج ايه هيحله نموذج واحد ايبنى Shocktabye نعم لي كُنا كتب هنا بس كلمة نموذج كيتبها هنا لي دلوقتي عشاء أقدر إن لان حدد النماذج ميحصلش أي أي لغبطة فدلوقتي إحما لو لو أنا اخترت نموذج واحد لو أنا موليت من شهر الس واخترت شهر احد فيذهر للموذج اتنين هيظهر لموذج اتنين هنا ده نموذج اتنين وبعد كده هيظهر لموذج نموذج ثلاثة ليه هيظهر لموذج ثلاثة لان لو بصيت هنا بعد ما خلصت نموذج اتنين قد نموذج اتنين هنا خلصت الاسئلة بتاعته بتاعت الصح والخطأ وبعد كده خلصت المتعدد هنا هبص على قبل قلمة نموذج ثلاثة هبص على هنا حاجة اسمها هي المتابعة الى القسم التالي في ناس كتير عملت فيديوهات على الموضوع ده ومحدش قدر ان هو يوصل لها ان هو لما بيعمل نموذج هنا المفروض يفصل القسم عن بعضه يفصل الساكشن عن بعضها عن طريق المكان ده ان هو ازاي بيضغط على السهم اللي قدامك ده فبيختار هنا مش القسم التالي بيختار ارسال النموذج فبالتالي لو انا اخترت نموذج اتنين هيبدأ احل النموذج بتاع اتنين هنا بعد ما خلصت نموذج اتنين هيجي لي الموضوع بتاعه ان انا ارسل النموذج مش هقدر اشوف النموذج رقم ثلاثة تمام فلازم اخد بالي من الحتة دي كويس ان انا بفصل النموذج عن بعضها لو طلحت فوق برضو عند نموذج واحد ده نموذج واحد فلو مثلا اخترت انا هنا في شهر الميلاد عندي ان نموذج نموذج تلاتة هو اللي بيحل نموذج ايه واحد اهو تلاتة بيحل نموذج واحد فانا لو اخترت نموذج واحد وفتحت نموذج واحد وما فصلتش السكاشن عن بعضها يعني جيت قبل نموذج اتنين دي وما فصلتش السكشنين عن بعض كده فهنلاقي بعد الطالب ما يبدأ يحل الاسئلة بتاعته بتاعت نموذج واحد مش هيلاقي كلمة ارسال النموذج هيلاقي كلمة التالي او نيكست اللي هي هتتوجهه لنموذج اتنين وهتوجهه لنموذج تلاتة مهمة جدا الحتة بتاعت فصل النموذج عن بعضها لازم ابقى فاهمها ومركز جدا وانا بعمل الاختبار بتاعي فانا هنفترض مثلا ان انا عبدالروا اتعملت الامتحان بتاعي احنا قلنا من عشر درجات فلازم كل مجموعة او كل قسم من دول او كل نموذج من دول يكون مجموعة عشر درجات لكن الامتحان الفايل ده وهو بيعرض لك الاجابات هيعرض لك تلاتين درجة لان بيعرض النماذج كلها بعد كده هنشوف دلوقتي ازاي احنا بنعرض النتيجة فانت تقدر لغاية دلوقتي انك تعمل لغاية اتنشر نموذج لكن ما تقدرش تزود عن اتنشر نموذج بعد ما خلصت كل الاعدادات وعملت كل حاجة في الاختبار بتاعي دلوقتي هروح بقى على كلمة نموذج واشيلها انا مش محتاجها دلوقتي فاروح على كلمة نموذج هنا عشان بحيث ان الطالب ما يعرفش هو في نموذج كام بروح بعمل لها delete بالشكل ده بحدتها وبعمل delete على طول فدلوقتي النماذج هتبقى ظاهرة عندي بالرأس بتاع السؤال بتاعها وده نموذج ثلاثة انا خلص انا مش محتاجها دلوقتي فلو روحت دلوقتي على الشاه هلاقي كلمة نموذج تشالت فالطالب مش هيعرف هو هل في نموذج واحد ولا نموذج اتنين ولا نموذج ثلاثة فدي صعب ان هو يعرفه بعد ما خلصت بقى كل الاعدادات عايز اعمل عرض لview لامتحان وعايز يشوف الطالب هيشوفه بالشكل اللي عامل ازاي فبروح على كلمة معينة اللي فوق دي واضغط على معينة فتفتح فيه نيو ويندو جديدة فده شكل الامتحان اللي هيظهر قدامي الامتحان العنوان بتاعه ودي الدباجة اللي انت حضرتك عا تعملها تصممها زي ما انت حضرتك عايز فيه مثلا كلمة مطلوب هنا معناها ان السؤال ما تقدرش تعديه طلب مني هنا اول حاجة ان هو يجمع العنوان بتاع الايميل بتاعي رقم البطاقة لو انا كتبت مثلا اسم ولا حاجة لا هيقول لي لازم القيمة تكون عدد صحيح فلازم اكتب هنا وكمان خلي بالك ان الاسئلة كده متلقبطة الفرقة طلع رقم البطاقة طلع فوق اهو كان الاسم هو اللي ايه كان في الاول نيجي مسلا على الفرقة بجاوب انا مسلا في الفرقة التانية الحالة بتاعتي مستجد اسم الطالب هنا بقى لو جيت هنا عملت مسافة مش هيوافق برضه لازم يقول لي انك تكتب اسم فانا هكتب اسمي رباعي هنا رقم الجلوس بتاعي لو انا كتبت اي حاجة برضه هيقول لي ان ده محتاجه يكون رقم فلازم اكون محدد الرقم بتاعي وانا سيبه مفتوحه ولكن الطالب هنا المخلوض يشوف كلمة كاملا ان هو يكتب رقم الجلوس بتاعه كامل هنا بقى شهر ميلادك على حسب اختياري للشهر هنا هتفرق معايا في النمازج يعني مثلا انا موليد شهر واحد اخترت نموذج رقم واحد هنا الشعبة بتاعتي في حالة الفرقة التالتة او الرابعة انا مش في الشعبة انا مش في فرقة التالتة انا راجل مستجد في الفرقة التانية بعد كده بضغط على نكست عشان اخش على دي صفحة كلها الصفحة دي منقول عليها صفحة البيانات بعد ما خلصت صفحة البيانات بضغط على نكست او التالي بتظهر لي برضو الدباجة اللي هي فوق دي مش هتتغير معايا باسم ده السؤال بتاعي ظهر لي بالشكل ده ما ظهر ليش انه نموذج رقم كام نموذج رقم اتنين هو ظهر لي هنا اسئلة على طول فهجاوب على السؤال كده اختار صحة وخطأ لو لاحظت هتلاقي كلمة خطأ هي الفوق اللي يبقى كده الاجابات بتاعتك مالها متل اغبطة وكمان لو انا فيه اكتر من سؤال فكمان اللي اسئلة هتبقى متل اغبطة التالي تمام انا دلوقتي اختار من متعدد ده السؤال بتاعي كذا كذا السؤال جاوبت المفروض دلوقتي انا في نموذج رقم كان المفروض ان انا في نموذج رقم اتنين المفروض لو انت ما فصلتش الاقسام عن بعضها او السكاشن عن بعضها هيظهر لك كلمة التالي بدل ارسال هنا وهيظهر لك نموذج رقم ثلاثة فلازم تفصل النمازج عشان الطالب ما يقدرش يشوف غير النموذج بتاعه بس بعد ما خلص الطالب هيبدأ يبعد او يعمل ساب مت او ارسال اول ما يعمل ارسال هتظهر له الرسالة اللي حضرتك سجلتها قبل كده ان الطالب هيتأكد ان الامتحان بتاعه وصل لاستاذ المادة ان هو اتم الارسال وبالتوفيق ده رسالة انا حطتها قبل كده كده انا خلصت جاوبت على الامتحان نجي نشوف دلوقتي الاجابة بتاعتي بتكون شكلها عامل ازاي انا بيظهر عندي الاجابات بتاعتي في الردود في حاجة عندي اسمها الاسئلة وفيه ردود ويتظاهر لي ان هي رقم واحد ان انا رديت رد واحد فهبدأ ان انا افتح الردود عندي هنا بضغط عليها كليك شمال هتفتح معايا شكل او صفحة الردود بالشكل اللي قدامنا ده اول حاجة بتعرضه اللي فيه ثلاث صور ان هي تعرض لي الملخص كل سؤال لوحده او الفردي لكل طالب لوحده فلو جيت مثلا كلمة على كلمة ملخص دي هتلاقي مدياك احصائيات للطلبة اللي جاوبهم بالشكل ده وهنشوفه فيه شكل احسن من ده كمان ان انا اعرض الاجابة بتاعتي فيه شكل فردي ان انا مثلا فيه واحد بس هو اللي مجاوب اللي هو انا لكن الاسئلة هنا كلها هجيلك النموذج كامل بكل الاجزاء بكل الاقسام لكن انا ما حلتش غير الجزء بتاعي يعني انا حلت الجزء بتاعي اهو لكن نموذج واحد لو بصت عليه هتلاقي مديلك انه خطأ لكن انت حلت ايه انا حلت ده ده بس وبعد كده النموذج التالت برضو هو اللي ايه خطأ طب انا هعمل ايه في الحالة دي طبعا انا بشوف لو هو نموذج واحد ممكن اعمل طباعة للرد اللي قدامي بالاسئلة هتفتح لي صفحة بصفحة برينت ليه ممكن اطبع لكل طالب زي ما انا عايز تيجي مثلا نشوف مع بعض امتحان انا كنت عامله قبل كده على امتحان دوري في مادة الوراثة وصل للردود بتاعته ل794 رد بروح على الردود بضغط عليها زي ما حضرتك شايف كده ان الملخص بتاع الرد هنا هو بيظهر لك بيجيب لك المتوسط وكل حاجة كل النتائج بتاعتك حتى اصدار الدرجة لو انت عايز تبعث الدرجات بتاعتك للطالب على الايميل ولكن في الحالة دي اللي هو امتحان نهايي طبعا بيروح للكنترول ويبدأ يحصل اصدار للدرجة ناجح او راسب هنا اسم الطالب كمان بيديك رسم الاشكال البيانية للنسب مقوية مثلا يعني الحاجات دي كلها بيديك دي مستجد مثلا اللي هو لازرق خالص ده الباقي اللي هو الأحمر الخارج مفيش بيديك مثلا الشعباء في حالة الطالب الفرقة الثالثة او الرابعة اتنين وثلاثين رد بس هما اللي موجودين يعني اتنين وثلاثين واحد شايلين المادة من اقسام مختلفة وطبعا بيتحدد الفرقة الثالثة او الرابعة وكمان بيديك نسب مقوية للاجابات ولو في سؤال مثلا محدش اجاوب عليه خالص بيبدأ يعرض لك السؤال ده ان محدش تمش الاجابة عليه وبيديك نسب مقوية للاجابات بتاعت العسئلة نيجي نشوف بيعرض هنا بشكل فردي ازاي ان انا لو جيت على فردي فهنا بيديك مثلا من واحد لسبعمائة اربعة وتسعين حبيت مثلا اجيب رقم اتنين اهو بختار رقم اتنين وابدأ ان انا اعمل طباعة فبطبع ازاي بضغط على print طباعة هنا بيبدأ يعمل بيحضره للطباعة فبرضو بتفتح لك الصفحة بتاعت البرينت بتاعت الطالب ده بالاسم بتاعه بالرقم جلوسه بكل حاجة بكل بياناته بكل اجاباته لكنها ورقة اسئلة يعني طلع لك كده ورقة اسئلة لكنه هو الطالب هو المجاوب عليها بكل سهولة وتقدر انك تعمله بيدي اف والكلام ده كمان هنا بيقول لك تم اصدار النتيجة زي ما قلت لك انا بعته بعت للطالب الاجابات بتاعته وبعت له النتائجة الدرجة اللي هو ايه اخذتها في كل امتحان كمان تقدر تعمل تعمل انشاء للملف ده اكسل لكل جميع الطلاب نشوف كده مع بعض انك بتحدد وده احسن طبعا في الطباعة وكمان هيفضل كمان مع اكتر من نموذج ليه كمان هنا بيديك الزمن اللي هو حل فيه العنوان بتاع البريد الالكتروني النتيجة بتاعته النهائية اسم الطالب الرقم الجلوس الفرقة حتى الاسئلة اللي هو جاوب عليها موجودة كمان تقدر بقى تعمل عن طريق مثلا رقم الجلوس او عن طريق الفرقة او عن طريق لو مثلا لو فيه طلبة فيه اقسام تانية تقدر تعمل موضوع ده كمان تقدر تعمل حفظ للملف نجي مثلا نشوف من خلال اللي احنا عملنا دلوقتي اللي امتحان بتاعنا ده الامتحان اللي احنا عملناه وجالي رد واحد ممكن اعمل ملف اكسل هنا بيقول لي انشاء لي ملف اكسل فاقول له create او انشاء هيفتح معي هنا الملف بتاعي فيه ويندو وهتظهر لي النتيجة انه واحد هو اللي رادد لكن فيه حاجة بقى محتاجة منك شوية شغل صغيرين بحيث ان هي تريح بعد كده في الكنترول طبعا اخد بالي ان الاسئلة بس هي بتاعت النموذج بتاعتي اللي انا جاوبت عليه لكن هو هتطلق كل اسئلة لان كل الطلبة هتندرك تحت بعضها في نفس الفايل او نفس الملف فانت عشان تتخلص من الموضوع ده او تقدر تحدد بقى يعني مثلا هو اعطيك هنا الدرجة من كام من عشرة تمام العشرة دول اصلا مجموع النمازج كلها فعشان اخلص الموضوع ده ان انا بروح على كلمة شهر الميلاد وبروح على السهم اللي موجود فوق ده وبضغط عليها بعملها تصنيف ان انا بعمل سورت باي من ايه تو زد ده مثلا يبدأ يرتب لي مثلا واحد تحت بعضها اتنين تحت بعضها بعد كده تبدأ تفلتر بقى تمسح كل الاسئلة اللي ما كانتش مع النموذج ده وكمان تقدر تعمل حفظ للملف ده على الجهاز عندك على كمبيوتر عن طريق انك بتضغط تنزيل ان انا حفظه اكسل ملف اكسل فانا حفظه لي ملف اكسل هنا هو وتقدر تفتحه على الجهاز وتعمل له فلتر لغاية ما تنسكه تنسيق نهائي وتبعته للكنترول عشان يبدأ يرجعه ويحصل رصد للدرجة نفسها في موضوع مهم بقى اخد بالي منه ان انا بحدد وقت للزمن زمن للامتحان ازاي ان hjälز انا مثلا الامتحان النهارده يوم واحد وعشرين الساعة من عشرة الى اتنشرяти اتنشر مشاها اتنشر ظهرة يعبى الامتحاني ياخد لي كم ساعة لان اقولك ان اضرب الزمن ؟ فتنين لو ان الامكن اضربه في اثنين اذا اضربه في اثنين يبقى لامتحاني بساعة بحدد الزمن عن طريق ان انا بعمل باجى عند الاضافات كلمة الاضافات دي دي كل البرامج اللي انا استخدمتها قبل كده ولكن افضلهم برنامج هو ايه control accepting responses ده البرنامج افضل برنامج انا شفته واستغلت به بضيف البرنامج ده ازاي بروح على الثلاث نقط اللي موجودين هنا المزيد وبلاقي حاجة اسمها الاضافات بتفتح لي بقى البرامج كلها اللي بيستخدمها جوجل اللي انا بستخدمها في جوجل بلاقيها بالشكل البرامج دي كلها فكل اللي انت هتعمله هتيجي في الخانة بتاعت البحث المكان بتاع الكوري اللي انت عايزه وتكتب control هتبدأ تظهر عندك على طول control accepting responses تضغط عليها click شمال انا طبعا هنا عمل لها تثبيت لو تضغط على الثلاث نقط دول هتعمل الغاء تثبيت وسبته من جديد ولكن هو تثبيته سهل جدا زيه زي لك بتنزل تطبيق على من بلاي ستور خلاص انا عندي البرنامج اصلا ازاي نشغله ان انا بروح على كلمة الاضافات هنا وبروح على control accepting responses وياريت اكون شغال من جوجل كروم لو شغال من firefox ممكن تقابلك مشكلة والبرنامج ده مش هيفتح معك ففي مجموعة من البرامج طبعا مش هتشتغل معاك غير على جوجل كروم بس بروح على الاضافات بضغط على control accepting responses اللي هو الاب التطبيق فبلاح حاجة اسمها الاعدادات او المعلومات او لو انت بالانجلش هتلاقيها setting هتضغط عليها هتبدأ تفتح لي هنا جاري العمل لان انا شغال عليها على طول لكن ساعات بتطلب منك سماح ان تخشها على البيانات بتاعتك اللي موجودة عندك فين على الاميل نيجي نشوف هنا هو شكله سهل جدا واستخدامه بسيط اول حاجة ان انا بحدد وقت بتاع البداية لو انا ضغطت على البداية هنا على السهم ده هيفتح لي تاريخا عايز الامتحان بتاعي يوم 21 21 اربعة 2020 والساعة تكون عشرة صباحا وهنا مش هحدد الدقائي اخلاها عشرة صباحا تماما بلاقي هنا حاجة اسمها stop date التاريخ اللي هو هانتهي فيه بقى اخليه برضو يوم 21 اربعة لكن الساعة تبقى كام الساعة 12 ظهرا اللي اسمها ايه نون لكن كمان ممكن تقدر تعمل حاجة اسمها maximum number to accept انك تحدد عدد يعني مثلا انا عارف ان الطلبة عندي الف طالب هو هياخد الالف طالب وبعد كده مش هيقبل اجابة تاني لكن انا بحب احدده بزمن معين بحيث ان هو يكون ساهل معايا في الاستخدام خلاص انا مش محتاج كمان اخد بالي كويس جدا ان انا بحدد time zone بتاعتي على افريكا كايرو عشان الساعة بتاعتك ما يحصل لاش لغبطة كمان لو بصيت على الاعدادات انا بسيبه default زي ما هو يعني مثلا رسالة بتظهر لك تم تم انتهاء وقت الاختبار دي هتظهر بعد الامتحان ما يخلص لكن دي هتظهر قبل الامتحان ما يبدأ بيقول لك ان الامتحان انتظر من فضلك انتظر الامتحان بتاعك يوم واحد وعشرين اربعة الفين وعشرين الساعة عشرة مساء هتبدأ انك تقدر تستخدمه هنا هعمل save كده انا حفظت الرسالة بتاعتي برجع بقى بعمل بعد ما خلصت الاعدادات بتاعتي هضغط على save كده البرنامج بتاعي هيبدأ يشتغل ويكون مفعل لو انا جيت دلوقتي بعد ما حفظت خلاص انا حفظت هنا البرنامج الاعدادات لو انا حبيت ان انا افتح الامتحان ابص عليه تاني هاجي كده اعمل معاينة فهيظهر لرسالة اللي قدامك دي place wait until يوم واحد وعشرين اربعة الفين وعشرين الساعة عشرة صباحا هتبدأ انك تقدر تستخدم الامتحان هنا وكمان يعني انا دلوقتي حددت وقته ومش هيفتح معايا غير في الموعد اللي انا حددته له كمان نيجي مثلا لو جينا عند كلمة الردود دي هتلاقيها قفلت مقفولة عدم كبول الردود لان الوقت بتاعك مش هو وقت الامتحان دي حاجة كويسة جدا وبرنامج لزيز جدا في الاستخدام طب انا دلوقتي هعمل ايه بعد ما خلص صممت الامتحان تقدر انك ترسل الامتحان ده عن طريق الايميل للطلبة لكن انا عامله عن طريق classroom فانا مش محتاج دلوقتي غير ان انا اللي انا عامله خالص ده طب انت هتقفل والتعديلات والحفظ والحاجات دي انت اصلا قلتلك ان الامتحاء بيحفظ automatic تلقائيا انت مش محتاج انك تحفظ اي حاجة خالص هو هيحفظ معاك automatic على طول يبقى انا كده ادرت ان انا امنع الغش بطرق عديدة اول حاجة ان انا عملت ترتيب عشوائي للاسئلة عملت ترتيب عشوائي للاجابة خليت الاسئلة والنمازج بدون اسم الطالب مش عارف هو يحدد هو في نموذج كام ولا في نموذج ايه وكمان ادرت ان انا اعمله نمازج مختلفة في نفس الامتحان بكل سهولة وانك ادرت انك تحدد له وقت معين بحيث انه هو يعمل ما يقدرش امتحان غير في الموعد اللي انت حدته له طب بعد ما خلصت كل الكصة دي كلها اعمل ايه هروح قافل دايس على اكست من هنا واخرج من الامتحان خالص لانه هو خلاص بيعمل حفظ باستمرار يعني لو فتحت الفايل ده تاني هيظهر كل اللي انا كنت عامله قبل كده الصفحة اللي قدامك دي بقى خلاص انا هابدأ ان انا ابعت للطالب الامتحان هتبعته امتى لو عايزت ابعته دلوقتي ابعته مفيش مشكلة وتبعته قبلها بفترة مفيش مشكلة لان اصلا الامتحان مش هيفتح معاه غير في الوقت اللي حضرتك عملته ايه اللي انتو حدته له بالزبط كمان ممكن تقدر تعمل حاجة اسمها لو ضغطت هنا جنب كلمة تعيين جيت لقيت حاجة اسمها جدول زمني انك تحدد البوست ده هيوصل للطالبة يومي في الساعة كام قبل الامتحان بقى ديه زي ما انت عايز ولكن هنا لازم يكون داخل نفس المجموعة فقط لكن لو انا حددت مثلا مجموعتين نيجي مثلا نبص كده على كلمة جدول زمني هتلاقيها اختفت فلازم تضيفها في ايه تكون في كلاس واحد او فاصل واحد هنا بيعمل حفز برضو ليد درايف بيعمل حفز عندك هنا للكلاس روم على طول برضو دي حاجة كويسة جدا بحيث انك مفيش اي حاجة ضيع منك بعد ما خلص كل ده اعمل تعيين بحيث ان هو يبدأ يتنشر الكلام ده للطالب والطالب اكون مديله قبلها انذار ان الامتحان بتاعك هيوصل يوم كزا في الساعة كزا فالطالب يبدأ مستعد للامتحان في النهاية احب اشكركم على الحسن المتابعة ولو فيه اي استفسار او سؤال ارجوك اكتف في التعليق وسيتم الرد عليك ومستني اكتراحتكم او اي شيء انا ما قلتوش وحضرتك كان عندك علمي به ما تبخلش علي وضيف لي معلومة واسف على الغطالة كان معكم مصطفى نصر معيد بشعبة التكنولوجيا الحيوية كلية الزراعة سابباشا جامعة الاسكندرية السلام عليكم